ممكن نسأل أنت ذكرت قبل قليل أنه أهم صفتين قبل دخول المهنة هذه أن تكون عندك القدرة و الرغبة طيب دخلت المجال هذا و كان عندي قدرة و رغبة وش الصفات اللي يجب أنه تتوافر في الشخص لكي يكون فعلا يعني محاميا ناجحا هناك مجموعة كبيرة من الصفات بعد ما ننتهي من القدرة و الرغبة ننتقل إلى مسألة أول شيء العلم العلم بالجانب الشرعي فمثلا رجل جاء إلى ناس يخطب منهم فجاء سألوا عنه فقال لا فلان ما عليكم منه فلان مثلا يشرب الخمر مثلا فذهب هذا الشخص و اشتكاه و قال له يا أخي و قال للمحكمة أن هذا اعتدى علي و تكلم عليه و اتهمني بشرب الخمر فعنت لازم يكون عندك علم شرعي فتعلم مثلا أن ما جمعه البغدادي من جواز القدح قال و القدح ليس بغيبة في ستة متظلم و معرف و محذري و لمظهر فسقا و مستفت و من طلب الإعانة في إزالة منكري فقال هذا من حالات التعريف فهم سألوني و يجب علي أن أجيبهم و أنا أعرف عنك هذه الخصلة الجانب القانوني العلم بالمعرفة القانونية يجيك واحد مع شخص مقيم مواطن مع شخص مقيم يقولنا بي نرفع مفتح مشروع تجاري أجيي أقول له لا يا أخي تعال هناك في نظام اسم نظام استثمار أجنبي يحكم المستثمر الأجنبي و هناك نظام مكافحة تستر خطير عليك إذا مكنت أنت غير السعودي بغير الطريق النظامي لممارسة الأعمال التجارية كذلك العلم بالسوابق القضائية فأنا أعرف أنه لا يعوض على تأخير الديون وأعرف أنه لا يعوض على الضرر المعنوي وأعرف أنه المبادئ القضائية في التعويض عن ربح الفائت وأعرف الأصول التي يسير عليها القضاء كذلك العلم بالدفوع الشكلية من ناحية أني أعرف مثلا في التقادم اختصاص الولائي بين ديوان مظالم مثلا و المحاكم العامة الاختصاص النوعي بين المحاكم من الجهة القضائية الواحدة مساء التقادم مثل التقادم في مساء العلاقة العمالية بعد مضي 12 شهرا أو ما ورد في المادة 380 من نظام العمل في مساءة الأفصاح أو المنافسة أو ما ورد في نظام التزوير أو غيرها من التقادم في نظام الشركات مثلا في مسؤولية مجلس إدارة كذلك العلم بالدفوع الموضوعية وسائل إثبات و نتطرق لها بإذن الله العلم بعلوم الآلة النحو و اللغة العربية يشتهر عبارة أن شخصا في أحد الأزمان حكم عليه بالإعدام فذهب إلى الحاكم و طلب الشفاعة فيه فكتب ورقة قال فيها يعني تروى أنه كتب العفو عنه مستحيل يأخذ إلى سيبيريا و يقتل أو يأخذ إلى السجن و يقتل فجاء الحاجب بعد أن تعاطف معه و وضع فاصلة بعد العفو عنه فأصبح العفو عنه هذا أمر ثم تغير المعنى يستحيل أن يذهب إلى السجن و يقتل أو غيرها و هناك قضية مشهورة جدا حصلت في أمريكا و هي قضية بنيت على فاصلة أكسفورد قضية لأن الفاصلة في مسأة حقوق العمال الشحن تغير المعنى فيها و احتمل معنى آخر ألزمت المحكمة هذه الشركة تعويضا بعشرة ملايين دولار تقريبا ثم تم التفاوض إلى تخفيضة ثم أفلست الشركة و سلمت إلى جمعية خيرية فهناك خطورة في مسأة الفاصلة في مسأة معنى اللغة للعبارة هذه و غيرها كذلك رجاحة العقل التجربة الأمانة صفاء الذهن و عدم التشويش ذهن صافي ما عنده مشاكل في البيت مشاكل مع أصدقاء عليه قضايا مطالبات مالية يدخل فيه لا ذهن صافي ليمارس عمله كمحامي فيه من النقطة أخيرة له الأمانة أن المحامي يجب عليه كثم أسرار موكدة في بعض المحاميين ما يمسكنا ما يمسك لسانا فلما يجي والله فلان و يتعرفونه الشركة فلانية هذا عندنا قضية لهم مطالبات كذا و مطالبات